يقول فضيلة الشيخ افقكم الله يقول هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا دلالة على جواز الاستغاثة بقوله سبحانه فاستغاثه الذي هو من شيعته لأن موسى آنذاك لم يكن نبيا والإسرائيلي الذي استغاث بموسى كان كافرا هل هذا قوله لشيخ الإسلام أنا ما شفت كلام شيخ الإسلام إن كان أنه وجده السائل يجيبه لنشوقه ترجمة نانسي قنقر